موسيقى مشاهدي قناة القلم أهلاً وسهلاً بكم في هذا الموعد الجديد من برنامج ضيف القلم برنامج ضيف القلم يزور الليلة منطقة أخرى من مناطق الجنوب التونسي بعد قفصة هي ولاية مدنين مش نتعرفه في التقرير الأولي على بعض خصال هذه الولاية ونتعرفه من خلاله على ضيف حلقة الليلة زيارتنا الليلة إلى ولاية مدنين مدنين موجودة بالجنوب الشرقي للبلاد التونسية وتعتبر مدينة تجارية بامتياز حيث يتواجد بها عدة أسواق يوجد بمدنين سوق أسبوعية تعتبر من أكبر الأسواق على نطاق الجهة كما تتميز بالفلاحة والنشاط السياحي خاصة جرجيس وجربة وببعض الأنشطة الصناعية ولا يمكن الحديث عن مدنين دون ذكر المواقع التاريخية خاصة لجسور وهي منازل تقليدية تتكون من غرف للسكن ولحفظ المحصول الفلاحي عرفت مدنين خاصة بأنها نقطة عبور إلى القطر الليبي الشقيق لذلك تشهد حركة المرور كثافة خاصة في أوقات الذروة وتتعمق مشكلة المرور مع دخول الموسم الصيفي ورجوع الآلاف من أبناء المدينة بالمهجر ومما لا شك فيه أن الأمل قد عقد في مدنين منذ الثورة على تحسين البنية التحتية وتهيئة الفضاءات الثقافية والترفيهية إلى جانب الطرقات والخدمات الأساسية خاصة في مجال الصحة لما يسجل في مستشفى مدنين من عوز ونقائص وفي مجال المياه الصالحة للشراب ومعالجة بعض المشاكل المتصلة بالتنمية والبطالة وتفعيل عدة مشاريع تنموية مبرمجة بالجهة شأن المنطقة الصناعية ببنجردان وابنخداش لكن يبدو أن الصعوبات الواقعية لم تسمح بتجاوز هذه المشاكل هذا إذا لم نسجل تفاقماً للبعض منها إلى حد تسبب في إحباط لدى أغلب متساكن مدنين مما خلف لدى الأهالي حالة خوف من القادم المجهول وهذا من بين الدواعي التي جعلت ضيفنا الليلة من مدنين وتحديداً من حس عمر ضيفنا مولود في 1971 ببلدة حس عمر من ولاية مدنين أمين عام حزب التحالف الديمقراطي تخرج من كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية 9 أبريل بتونس كأستاذ في الفلسفة سنة 1993 ثم التحق بسلك التدريس في 1998 عرف في الساحة النقابية ككاتب عام النقابة الأساسية للأساتذة ثم كاتب عام النقابة الجهوية بمدنين قبل أن يصبح عضواً في النقابة الوطنية للأساتذة ضيفنا هو محمد الحامدي الذي اتخذ خلال أغلب الأزمات السياسية التي عرفتها تونس منذ الثورة موقفاً معتدلاً في خضم المواقف المتباينة والمتعارضة ومن أبرز ما دعا إليه ضرورة إعادة شيء من الأخلاق إلى السياسة إذن مشاهدي قناة القلم كما شفتوا ضيفنا الليلة وهو سي محمد الحامدي أمين عام التحالف الديمقراطي نائب في المجلس الوطني التأسيسي مرحبا بك سي محمد وبك كثير سي شكراً مرحبا بكم وتحية المشاهدي قناة القلم إذن سي محمد أركان البرنامج ملاش تنقسم الركنين الرئيسيين الركن الأول ماش يخص حديث المجتمع واللي زرنا من خلاله ولاية مدنين إذن سي محمد سؤالي الأول ثم شكون يقول أن الشعب اليوم قاعد يخسر في معارك التنمية معارك العدل الاجتماعي معارك الرفع من مستوى العيش وهذه الكل بسبب التجاذبات السياسية شنو رأيك؟ والله فيه جانب صحيح أما الكلم هذا أما مش كله صحيح خطر اللي قاعدين نخسروا فيه صحيح ملا الأعطالة هذي ولا ربما لانحراف على أهدف الثورة ولا المعارك الجانبية متحملوهاش سياسيين حصراً رأيك؟ تحمل هالحالة الحالة السياسية عموماً بما في ذلك المواطنين يعني الناس اللي دفعت في خيار المجلس الاسيسي تحمل جوزة من هذا؟ الناس اللي صوتوا تخرجت التركيبة الفلانية مش التركيبة العلانية جوزة من هذا أنا سهل رأوا أننا نجوه نقوله ثم أربع على خمسة سياسيين هم سبب المشلو الدنيا كلها لباس الصورة مش بالبساطة هذي أكيد الصراع السياسي والتجاذب السياسي الحاد بالفعل ضي علينا برشة فرص لتأمين هالمرحلة الانتقالية وربما للتوجه إلى مشاكل التنموية والملفات الاجتماعية لكن زادة نقول واضح التوانسي سارحوا بعضاً موالناس صاحة الشعب يريد مجلس تاسيسي ولا التوانسا وهم ماشيين ينتخبوا في مجلس تاسيسي مش عارفين مش معنى مجلس تاسيسي فنلقروا احنا ماشيين المجلس تاسيسي وظيفة لو لا هي سياغة الدستور بينما الناس الطالب فينا وكأننا برلمان عادي يطالب فينا بالتنمية في غفسة وبالتنمية في مدنينو والتنمية في باجة فمعناها اتراكمت المهام وتداخلت لدرجة معناها المجلس الوطني التاسيسي معناها مكانش قادر ينجز المهام هذه مع بعضها خاصة في عام ولا عام ونص لكن مع ذلك سي محمد هنا ما نجموش ننفيو أنه ثم برشة وقت ضاع كان ممكن أنه يكون الوقت هذك الضايع يفيد في مجال على الأقل تسليط الضوء على بعض المشاكل الاجتماعية معناها حبيتنا نقول أنه كي أنه التغيير الاجتماعي اللي ينتظروا المجتمع بشكل عام تخنق باللعب السياسي في جانب منها صحيح لكن في جانب منها زاد نس معناها توقعوا مسألة التنمية ومسألة مشاريع التنمية وشنو دخل شنو علاقة المجلس الاسيسي مباشرة بها ولا شنو اللي عامل المجلس الاسيسي عطل الحكومة في أنها تبدأ في مشاريع التنمية على الأقل المجلس الاسيسي يكون الأعضاء الممثلين النواب الممثلين جهاتهم يكونوا جسر تواصل بين الجيهة متاحهم وبين الحكومة بعبارة أخرى أنه من مهامهم مراقبة أعمال الحكومة هذا نظريين كلام صحيح نظريين كلام صحيح نحن عليش نخليه الأمر نظري عليش نعطيه طبع عمل دعنا نمشي واقعي أنا من جيهة فتسع نواب فتسع نواب اللي ظاهرين في السورة يمكن نايب ولا زوز مثلاً هكا لشان يكثر علي اللوم برشا خطر من التسع نواب هذا ظاهر زوز ولا ثلاث نواب أنا واحد منها خطر يظهروا لي من الحزاب أكثر ما يظهروا من الحزاب البارزة هي توكي نقول أنا مثلاً جهة مدنين تسع نواب منهم خمسة من نهض خمسة من نهض واربع نواب نوعين معنا من الحزاب متعدة ما هو اللي ينجم أنا نعمل أنا أعطيك مثال بسيط حتى في مسال تنموية مالجل الجهة والتنمية ولا مسالة النيابة الخصوصية أنا النجم نعترض على أن النيابة الخصوصية هذه متمثلش في مقابلة خمسة نواب نهضة معاه ما هو اللي نجم نعمل زع ما مش الناس يتكلف فينا ما ليس في وسعنا لا أحنا بقطع النظر عن كونه ينتمي من الجهة الفلانية أو الجهة الفلتانية أحنا تسع نواب من الجهة نجموشي نلتقي في مشروع ينهض بالجهة وكي نضرب على الطاولة أنا نضرب من أجل أبناء الجهة موش من أجل أني على الأقل نحسب بشكل أو بآخر من جانب سياسي لا هو أهم على شكتك أنا المسألة ماش بسيط المسألة معاقدة مثلا أنا كما قلتك أنا أنا مثلا كثير من الأصدقاء يلومون يقولون أنت تتحدث سياسر على المستوى الوطني ولكن مثلا ما ركزت الشياسر على الجهة نقول لي أش تنتظر من مجل ساسيسي مهمة الأساسية رئيس سياقة الدسور سياقة الدسور هذه ما فيهاش مدنين وما فيهاش قابص وقافصة فاها تونس ككل ثم أش تنتظر مني هنا أنا في الأقلية المعارضة أنت ما تعتبش بالمرة على نواب الحكومة وتعتب على نواب المعارضة يعني شنية علاقتي بالتنفيذ أنا العلاقة المباشرة أنا نكتفي بني ننقل مشاغل المواطنين أما سمعوا ولا ما سمعوش هذه متعلقة بالتنفيذ أي لكن مهمك أيضا المراقبة أنت أي المراقبة في عدم توازن الانتخاب اللي وقع في 23 أكتوبر شنولي نجمة غيرها شنولي نجمة غيرها معناها هو على أساس أنه على قل نجيك مثلا كما قلتك أنا أعطيك مثال بسيط ومشخص مش بعيد يقولك نيابة خصوصية مثلا من اللي يوافقوا عليها يوافقوا ولا يوافقوا نواب الجهة نواب الجهة إحنا التسعة سي فيه يوافقوا أنه الخمسة متاعنا هذا تعدد تحبوا لا ما تحبوا هيك هي الديمقراطية إيه أحنا علش ما نخدموش بشكل آخر مختلف علش ديما أحنا نعتبرو كيه أنه الأغلبية كي مش تاخذ السبق في أي مجال من المجالات نقبلو بالأمر وكما لو أنه انتصار الأغلبية مش على اعتبار أنها خذات هكي على أقل وجهة المشهد وأنا بالنسبة لي مش نقعد نخدم بالتوازي معها ما يش ماشي خليه لها المشهد معناها وهذا اللي يفترض أنه يكون بالنسبة للمعارضة شوف كما قلت لك نحاوله في الاتجاه على الأقل في نقل مشهور المواطنين وتبليغها لكن نقلها وتبليغها ما يكفيش وطبعا أنا مقاليد الحكم مش فيتي أنا كتحالف ديمقراطي ولا أنا كمحمد الحاملي يعني ما يقال على الحكومة معناها لا يقال على المعارضة خطر المعارضة ما يش مباشر جهاز الحكم بطبيعة ما عندهاج جهاز الحكم أنا جوزة من المجلس السياسي لكن ليس جوزة من السلطة التنفيذية نحن أنا على الأقل باش تكون واضح للناس وثاني حاجة كما قلت وهذا صحيح حدة الصراع السياسي بين الحكم والمعارضة خلت إمكانيات معناها التوافق ضعيفة وإمكانيات العمل والتنسيق المشارك ضعيفة هذا صحيح هذا جوزة من المشهد ومسؤولين عليه توانساكو لكن سي محمد هنا ما يمنعش فوز الأغلبية هذية بالواجهة الأمامية للمشهد من أنكم تكونوا عاملين بالتوازي مع ذلك معناه يكون عندكم حضور بشكل أو بآخر هو ثم بعض زيونة بتفسر الوضعية هذية أولا كما قلت المسؤول مباشرة على مشاريع التنمية والتنمية وغيرها هي السلطة التنفيذية المجلس التاسيسي وقتها يكون مسؤول مسؤول إذا كان ثم التشريعات وقوانين تسرع العملية ومراقبة ومسائلة للحكومة على الممارسة هذه وإحنا في تقديرنا قمنا بوجمنا بما أمكاننا مسألة العمل المباشر على الملفات كما قلت ما الحواج اللي تعطل فيه هي مسألة هالانقسام إلى أغلبية حاكمة أو أقل إمارة ونعطيك مثال أو ما خلنسموه لأشياء ما سمعت مجلس الجيهوي للتنمية في مدنين أو على الأقل الجزء المتعلق بالنواب فيه تحت سيطرة حركة النهضة خمسة من تسع الولي ولي مدنين مع احترام الفق يعني المقام ولي مدنين يأتمر بأوامر المكتب الجيهوي للحركة النهضة بوضوع ما يتصرفش كمسؤول يمثل رئاسة الجمهورية أو يمثل الدولة في مدنين أو يمثل التواصل واضح هنا على فرضا التسليم بالشيء هذائي كان ممكن أنكم تقوموا أشياء في المشهد هذك وما قمتوش به مثلا كان ممكن أنكم تكونوا فاعلين أكثر كنحكي على جهة مدنين وهذا اللي ننقل روح على لسان اللعبات كان ممكن تكونوا فاعلين لو أنت تحكي على وضعية والوابعية هذه قابلة للتدارك لكن نواب الجيهة الأخرين بحجة أنه ثم أسباقية بالنسبة الأغلبية يقول لك أحنا هكذا قعدنا في الأخر أو قعدنا متأخرين إلى حد ما شنوة اللي كان ممكن أنكم تعملوه وما عملتوهش بوضوح لهو كان كذا التقصير موجود مثلا مش واحد يقول لك أنا لا سيدي اللي لازم نعمل كل عملته كذا التقصير موجود لكن كما قلت أنا زد الإغراق في المهم الوطني هنقول لك أنا أنا مثلا حتى الانتقال الجيهة المدنية حتى باش طل على العائلة الوحد مش باش يطل على الجهة باش يطل على العائلة المصغرة عائلتها معناها ساعات من العملية مش ساعة يعني مشاغل وطنية اللي زد واجبنا وانتخبطنا الناس من أجلها تقريبا هي عندها أولوية بالضبط يعني تكسع وانا في تقديري نجمك وغلط وهذه اللمون يعني بعض ابناء جيهة يوروبا ما عندهم حق لكن أنا تقديري الآن مسألة مهيش مسألة جيهوية مدنين ولا قفسة ولا بن زرد رأي المسألة الآن في بناء الدولة إعادة بناء الدولة الوطنية على أساس ديمقراطية هذا يأخذ مننا برشا جهود وهذا يأخذ مننا منها برشا وقت وهذا ربما ما يسمحناش حتى باش نتلفتوا الجيهة ثم أنا زاد من حبش نبيع الوهم لذري الجيهتي رأي رأي سهل ياسر نكذب عليهم وفي كل برنامج يذاعي نذكره ويفرح ويقول والله هو يحكي على مدنين أما حديث لهذا الرياح زادها وليم يفيد شيء لشي يقول فيها رأي سهل رأي أنا ناس تغازل فيهم لأسباب انتخابوية وفي كل تدخل في المجلس تاسيسي من إن كان المجلس تاسيسي يشتغل يذكر جهته أنا ما ندخلهاش اللعبة هيكا وإلا في كل برنامج بمناسبة وبدون مناسبة معناها تحب تقول إذا كان ثم نتائج عملية إذا كان مش تقعد وعود ولا من بيعشر ريح لا للمراكبة أنا من بيعشر ريح لا للمراكبة تعرف علي السي محمد على خطر أنا إذا كان المسألة متعلقة بمراعاة خاطر والحديث على الجهة أنا أتبرك الله حديث معناها تولون في كل برنامج وعلى فكر أنا في المناسبات اللي كان ضروري أني ندخل في المجلس تاسيسي ولا حتى ندخل بالتريفون لدى الصلاة الوطنية والجهة وليس زايد نحكي فيه توم زايد نحكي فيه توم بلغتني من أهالي الجهة وكان بإمكاني أن الدخل دخلت وهذا واجبي وما عندش فيه يمزي وزايد نحكي لي أما زايدة باش نبيع وهم للناس أنا يعني ما حبهاش هو سي محمد علاش خطرت هو بالنسبة لأهالي الجيهات بصيفة عامة خاصة جهة الجنوب وتعرف أنه فيها نقاس كبيرة جهة الجنوب أغلبهم كانوا ينتظروا عديد الأشياء من نوابهم في المجلس الوطنية التاسيسي قالوا عن نظرة على الاعتبار السياسي كأنه صابتها من نوع من خيبة الظن ثم خيبة الظن وهذا لمسناه على مستوى التدخلات أو تونشاهدوها بعض التدخلات لبعض المواطنين حابين يسألوهم عنا قاس وعلى ما كانوا ينتظروه وشنوه الواقع والحاصل إلى حد الساعة نتابعوا مع بعضنا التدخلات هذه ثم نواصل كانت تذكرنا أهم المشاكل والنقائص الموجودة في جيهة مدني المشكلة له الموجودة هي التشغيل أو الاستحقاقات ما يحتاجنا على المنطقة هذه التشغيل خطر تعرف أنت في تونس الثورة قامت كان على التشغيل على الكرام وعلى الوعد معنات حنته ولينا قصتنا سيرتوه في حصة مرة المنطقة هذه هي التشغيل معنا طالب الحكومة بتوفير موارد تحت تشغيل كالك سواء معناتها في مصانع أو في حد الإدارات نقائص في جيهة المدنين حبوا جيهة رد اعتبار الولايات المدنين والجنوب خطر حسيت بلاد مهمشة ومن عهد برقب ثم من عهد الزين لتو ما شفنا حتى تحسن عملنا الثورة وكل شي ما شفنا حتى تحسن حتى رد اعتبار لوزير جيه لحد معناها لوقف للمنطقة نقائص في البنية التحتية في البطالة هناك حامل شهادة العليا هنا يعني بطالة هناك يعني طرقات غير معبدة هناك يعني وسائل ترفيه للشباب وللطفولة على وجه الخصوص هناك عدة هناك بعض عائلات ذو حاجات قصية يعني وضعياتهم الاجتماعية نجب نقول شبه ضعيفة والله برشة نقيص برشة برشة بطالة برشة ونس قاعد معنا بطالة معنا ما تحركتش الدولة ما ما مشيتش الدولة قاعد تمشي معنا شوي ثم شوي بطوء أمان التنمية في أي حاجة حتى في المتشفيات قاعد ينقصين معناها في برشة حالات أمان الوعود ياسر ولا 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 ما ثم حتش معنا قاعد هي هي مستشفى الجهة وفي مدنين تنقصوا التجهيزات وينقصوا التأهيل للمستشفى اللي يكون يصبح مستشفى جامية وهنا الشباب في تونس في الثورة يطالبوا بكل الطب في مدنين موجودة بكل الطب في السفاقس وأخرى في مستير والسوسة وتونس ونحن لدينا علاقات كبيرة مع ليبيا إن شاء الله إن شاء الله يكون في الهيطار التعاون التونسي الليبي الشخصية نشوف النقاص في رتوفي وسائل الترفيه بمسبب الشباب يعني إذا كانت عمل دورة في مدنين ممكن المتنفس الوحيد للشباب بولاية مدنين هو القاعد أكثر من القاعد ما نشوفش الحاجة الثانية ليجين نتصور برشة بلايس في تونس مش كمدينة كهو مشكلة متاع الزبل والبلادي يعني بصراحة ثم تلوث ثم برشة تلوث الحاجة الأخرى ممكن في الانفراستركتور سيفري ثم مشاريع قادة تصير ثم 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 أمثن بتاعتها ثم شوانت قاعدة نشوفها أما كمم اللي تعم تعبار شكيسات وبرشة بلايس ورزودة سيني سمون برشة بلايس نقصي معتها شوية لا أول حاجة مشكلة لبتالة معنا الشباب لانا نسبة لبتالة متفشية برشة فهمتني في الجاعة أحب يشوفونا حل معنا فهمتني ونقص برشة حاجات معنا في الجاعة فهمتني بنية أحتية نقصين برشة حاجات مستوصف نقص برشة تجهيزات فهمتني وعننا نطالبه بليسيل الجاعة ما حدثنا وفهمتني خطر معناش لأنا لمدرسة عدادية برشة نقص بصراحة طرقات وكلهم هرمشة بطلها قعد من الحكوش عليه حدثوا لأحرك إذا نسي محمد إنه قائص جمة وفي تقريبا على رأسها أو الحاجة هي التشغيل على مسألة البطالة وهي مسألة يشكو منها تقريبا تونسيين في معظمهم خاصة المؤهلين للشغل ثم تجي فيما بعد البنية التحتية المستشفيات الطرقات المياه وهذا شفناه في برشة جيهات داخل الجمهورية شنو اللي ممكن أنك تبلغوا لأهالي المنطقة في الإطار هذائي والله هي أهم مشاكل مدنين مشاكل جيهات مدنين منها شبيهة بمشاكل برشة جيهات نزيد عليها مدنين من الجيهات اللي تهمش التاريخية لأسبوع بعديدة منها ومن بلغش كي نقول لك تهمشت من أيام البيت أيام البيت كانت تلك عركة المخزن والصيبة وقبيل جنوب شرقي أساساً قبيل ورغم ما كانت متمردة على السلطة المركزية وكانت ديما علاقتها بالمخزن هي الجيباية والقمع إلى آخره من بعد جت فرانسا وعملة المنطقة كلها منطقة عسكري من بعد جت جي النظام البورقيبي وتعرف أنت أغلب منطقة الجنوب الشرقي انحازت إلى جانب الحركة اليوسفية وانهزمت بنهزام الحركة اليوسفية وعقبت من أجل ذلك من بعد معناها كانت الجيهة ديما أقرب للمعارضة سواء مع تجربة الديمقراطية الاشتراكين ولا مع ظهور الاتجاه الإسلامي لبعض ولا النهضة ولا حتى في حتى في آخر أيامات بن علي معناها كانت الجيهة فيها حركة نقابي وفيها حركة سياسي كانت تمثل مجموعة من بينها الحزب اللي كنت أنا فيه الحزب المقراطة تقدم كان موجود في الجيهة فالجيهة هم مش هات تاريخي عند يعني الأولاد أولاد الجيهة عندهم لإحساس هذا وأولاد الجيهة فعلاً ليميزهم أنا ليميزهم رغم هذا رغم إحساسهم بالتهميش إنهم خدامة دريت الجنوب الشرقي دريت مدنين خدامة خدامة بالفعل وما يتشكوش برش عندهم أنافة وعندهم تعفف كما قال ربي منع تحسبهم أغنياء من تعف لكن مع ذلك فعلاً ثم مشاكل حقيقية وثم نتائج هالتهميش اللي طال سنة وقت لأنها ثم ثم تهميش حقيقي ثم تهميش حقيقي وربما خيبة الأمل اللي جت الأهل المدنين هي جزء من خيبة أمل للشعب التونسي ككل من هالمرحلة الانتقالية ماذا حققت يعني اللي لاحظوه إنها منعكستش على معيشها من الاقتصاد والاجتماعي بل ربما في بعض نواحي هالمرحلة تدهور على أيام بن علي لأنك ثم خيبة أمل العامة ويتركز طبعاً في خيبة الأمل العامة هذي بيتركز خيبة الأمل على الحكومة وعلى نواب الجهة وربما مش عارف من حسن حظي ولا من سوح حظي أنا من نواب الجهة المتميزين شوي معنا أنا جاي في بلاسة تزرق فيها الشمس بسرعة لأنك منا يركزوا عليها في اللوم وهما لو ما يحبونيش ولو مش معاملين عليها شوي ما يلومونيش أنا نفهم لومهم وهذاك عليه شو ما بالنسبة لهم توبش تكون الصورة واضحة يقل لك المجلس الوطني التأسيسي حتى هو يتحمل مسؤولية تدهور أوضع التونسين بما في ذلك مدن الجنوب كان ممكن أنه ثم تكون أولويات مطروحة على المجلس الوطني التأسيسي اللي فيها إسرع بإحتياث نوع من التوازن على الأقل بالنسبة للمدن الجنوبية لا أنا أعطيك مثال مجلس الوطني التأسيسي سنية علاقة بهذه المباشرة عبر القوانين وأساسا عبر الميزاني نحن صوتنا الميزاني المشكل المشكل هو أن حتى المشاريع التي يخصت للجهات بما في ذلك جهات مدنية يمكن لم ينجز إلى حد الآن حتى عشرين بالمئة منهم إيوينكم منتم شو غوين نحن معناها أنتم دوركم ما هو المراقبة أو الله دي مراقبة نحن ما ننحتجه وننبه وندخله لكن في نهاية الأمر عندك جهاز إداري بيروقراطي فيه مشاكلة وعندك حكومة هي المسؤولة مباشرة أي يا محمد باش تكون واضح أي وقتلي نقول لك وينكم منتم أي معناها نسمع أصوات في إطار مشاكل وأزمة سياسية لكن الأصوات هذه ما تخدش نفس الضغط نفس الحجم وقتلي يتعلق الأمر بمشاكل اجتماعية فلو الواحد يلوج على نوع من التوازن ويكون الضغط من أجل فك الصعوبات الاجتماعية كما الضغط من أجل فك الأزمة السياسية يرى هو ممكن لا هو شوف هو تو في اللحظة هذه صحيح في اللحظة هذه لأنه تم أزمة سياسية خطيرة يمكن تعصف لا بالعملية السياسية فقط وإنما حتى تبقى من البلاد وحدتها خطر شرطي شرط الاستقرار الاستماعي هذا صحيح أمره في مناسبات أخرى كانت تستدعى الحكومة لتساءل لياقع مسائلتها في المجلس على مشاكل الاجتماعي وكنا ندخله في المجلس أكثر من علش ما نشوفوش هذه نتأج ملموسة في الواقع هذا ما على السف من يقول لك أنا تو مسألة النجاعة النجاعة متعلقة بالجهاز التنفيذي نفسه بالجهاز التنفيذي نفسه مش بحاجة أخرى وبقدرتها على الاستماع المشاغل للناس وبقدرتها قلت لك أنا أكثر من سبعين بالمئة من المشاريع لمخصصها للجهات إلى الآن لم تنجز هذه صوتنا عليها في ميزانية يعني في نهاية الأمر ما يعني أجزت للحكومة إنجازها لازمها تمشي إنجازها لم تنجز معنى هتوى التصويت الميزانية جديدة مش يجيه معنى هتوى المفروض أنه ليقاع رصده الميزانية لتوى ما تتحق منه بضب هذا ما عادش يتعلق الأمر التقصير فقط من مستوى الحكومة معنى هتوى تقصير من جميع الأطراف لا كيف إيش مانا قدام الشعب لا خلينا من الصورة ايه ايه تشوف أنا لني حكومة لني دارة جهوية للتجهيز لني وزارة فلاحها أنا مشرع أنا نعطيك الأدوات القانونية لكي تختم ونراقبك ونحاسبك على الإنجاز لكن في نهاية الأمر اللي بينجز هو أنت كحكومة وإحنا الحكومة قلناها بوضوح قلناها بوضوح حكومة إخفاقاتها متتالية وهكاللش إحنا معارضة مش على خطر المغرمين بالمعارض وخطر أحبوا نعطلهم احنا كان عمله رانا صفقنا لهم أما المشكلة فعلا ثم إخفاق في الإنجاز إخفاق بالجملة وهيكا علش طبعا بما في ذلك هالإخفاقات هذه هيك اللي خلتنا كجزء من المعارضة نطلبه باستقالة الحكومة أي معنى هتو معنى الإخفاقات إخفاقات الحكومة لا فقط في المستوى السياسي والأمني أيضا في إنجاز المشاريع الاقتصادي والاستماعي وفي إنها على الأقل تبدأ مشاريع تنموية عاجلة في الجهات معنى اللي تطلب إجراءات تسعى فيها باش تصبر الناس خطر أن التوانسي ينجموا يصبروا وقت لييرو حاجة في الثنية أما وقت لييرو حاجة شيء وقتها مااش يصبروا بتبعت الحال لكن هنا سؤالي اللي يفرض روحه كي نحملوا الحكومة المسؤولية بخاطر أن نظرح لهذه الجهة أو تلك الفشل في المستوى الاجتماعي الفشل في المستوى الاقتصادي نعرفوا اللي زوس أبعاد هذية مربوطة بالجنب السياسي وقتش الحكومة عرفت استقرار سياسي باش تنجم تهتم بالمشكل الاجتماعي وبالمشكل الاقتصادي نشوف الحكومة الحكومة في نهاية العمر أنا لي المأخذ الأساسي على هاتي الحكومة وأنا قلتها بوضوح جماعة كان الهدف الغالب عليها هو كيف نريث نظام بن علي معنى كأن المشروع الوحيد هو مشروع الإمساك بالسلطة ومفاصلة وعن هذا انجرت كل الإخفاقات وحتى في مسألة التوتر السياسي صحيح وثنائية حكومة ومعارضة تعمل توتر لكن خليني نقولك أن الترويك الحاكمة كانت مختصة في خلق العدوات حتى لي كان يمكن يكون صديقهم ردوها عدو حتى لي كان يمكن محايد ردوها أقرب للعدو عملوا مشاكل معها لا ترفقوا عملوا مشاكل معها الإعلام بدوا العاركة معها الإعلام إعلام العار وإلى آخره بدوا العاركة من بعد مع المعارضة الصفر فاصل وإلى آخره معنى استعدوا وعملوا مشاكل معها تحاد شوال عملوا مشاكل يعني في نهاية معناها سي محمد طول نحب نفهم سمحني قصة الحمد بقير نحب نفهم حاجة هو أنه كأنه العملية الاستعداء من جهة وحدة لا مش من جهة وحدة معناها بعبارة أخرى أنه باش نكونوا موضوعيين أكثر خاطر شفت احنا كنا المشكلة الأول يخص الجانب الاجتماعي شفت لاش خذينا السياسي ونحثوا فقط على السياسة ونصينا الاجتماعي لكن مع ذلك قلت ياخي ما ثماشي أطراف مسؤولة وتكون عندها الشجاعة تقول أنا مسؤولة على الوضع اللي قاله المجتمع اليوم لا لا معاك أنا قلت لك راهوا التجاذب السياسي الحاد بين الحكومة والمعارضة راهوا سبب رئيسي من أسباب المشاكل وطبعا هذا كي نقول التجاذب معنا في الحكومة وفي المعارضة مغيرها تشك واضح نتحملوا فيه مسؤولية واضح نتحملوا فيه درجة أن التجاذب هذا كاد يضيع طبعا هو ضيعنا أهدف ثور أو انحرف بيننا عنها وكاد يضيع حتى المشتركات الوطنية المشتركات الوطنية والذي فاخترتوا معناك القوسم المشتركة بالضبط الجوامع والمشتركات أسبحت الآن في قطر وأنا كاد نقسم عمل ما تتسع من طقت الموانع تتسع بالضبط أنا معاك ولهذا احنا التعارف والديمقراطية حابين نكونوا قوة في الوسط ونحاولوا نجسروا الهوة بين المعسكرين ونقولوا رام التوانسة لا يمكن اختزالها في المعسكرين ورام التوانسة معناه ما عندهم مش خيارة لأنهم يتعايشوا مع بعض نظرا لي أننا شفنا الخطورة هذه لكن زادا خلينا نكون واضح زادا بل ما نجاملوش الحكومة تتحمل مسؤولي أكثر عليش خطر أنت أغلبي أنت مسؤوليتك التاريخية أكثر ماك أغلبي أنت أنا ماني أقلية ماك صفر فاصل قلت لي ثانيا ثانيا السلوك الانفرادي هي هذه المشكلة روا هو مشكلة في السلوك الانفرادي روا أنا ما قلت لكش ما تحكمش أما المراحل التأسيسية هذه تطلب قاعدة شراكة واسعة سيدي ما تشركنيش معاك في الحكم أما شركني معاك في بناء السياسات مش ضروري نكون معاك في الحكومة أما في بناء السياسات نكون معاك حتى بمنطقة سيدي إذا كاني معاونتكش ما نعطلكش ما كتقولي عطلوا أنت خطر أنت أقصيد ثانيا حاجة حتى دخل الاتلاف الحاكم الشركاء النهضي يشتكوا من أنهم شركاء في الحكومة وليسوا شركاء في الحكم معاك حتى شركاء يقول لك احنا صحيح معها في الحكومة لك الرهيل تقر يعني في نهاية الأمر هكذا لك أكثر مرة وربما تغشوا منه يقولنا لها أنت بتعملوا في المناولة السياسية سوتروتونس معاك في المقاولة الصغيرة يخدم عن المقاولة كبيرة سي محمد هي توا حتى بالمنطقة السياسية معاك نشوفوا أن المعركة عادة تكون صحيح بين أحزاب مثل معارضة وبين أغلبية في الحكم بش يمكن يكون ثم توازن على المستوى السياسي لكن المعركة هذية كي توصل وقتش تستير حساسيات في وطولة مشكلة كي توصل لمستوى الاستعداء لا صحيح وهذا اللي قاعدين نعيش فيه اليوم لا صحيح لا صحيح أنا معاك تماما أنا معاك تماما في أنه مشكلة أن الأحزاب السياسية أعلت من حدة الصراع السياسي من درجة أصبح بكاد يكون عدوة بين تونس معاش تنفس ولا عدوة وكي نقوله عدوة معناها ولا يحمل بذور العنف وبذور التقاتر وبذور الحرب الاهنية وهي جاب ربي إن شاء الله تكون عدوة هذه من تقلتش لأموم شعب التونسي وبوضوحها راهوا الطبقة السياسية في وات وعموم الشعب في وات أهل أما مؤثرة أما خلقة أزمة أي أما مؤثرة أزمة ثقة أي فعلا أما مؤثرة معناها على مصرح نحن أحب بينا هيك عليش النقطة هذه اللي نحب نطرحوها توا اليوم الشعب التونسي يعيش أزمة ثقة في السياسيين السياسيين بشكل عام معناها دون تخصيص كيفاش ترى إمكانية إيجاد أرضية للمصالحة واستعادة لحد الأدنى تعثيقة في السياسيين باش نجمونا نطلقو من أول وجديد فاصل ثم نعود لمواصلة الحوار ترجمة نانسي قنقر